وعايزين بقى نسألك عن كيروش احنا شوفنا مبارح خطة في الحقيقة وحنكا كده في التخطيط للمباراة وانه في الاول ابتدينا بالدفاع وبعد كده الشوت التاني غير تريزي جي وبتدينا نشوف هجوم اكتر هل شايف التغييرات اللي عملها كيروش خلال المباراة وطرت المنتخب الكاميروني؟ طبعا كيروش كان فيه علامات سفان كتيرة جدا قبل البطولة تصريحاته اللي انا مش رايح مش هدفي بطولة ام افريقيا انا هدفي الاساسي اللي انا جاي متعاقد معاه على الاتحاد المصري هو الصعود لكاس العالم وحصلت بعض المناوشات بينه وبن الاعلام المصري لكن الراجل قدر لحد الوقت بيوصل لنهاية البطولة بيحط ايده على مفاتيح منتخب المصري بشكل كبير جدا على عناصر خلاص هو قدر يستقر على عناصر كلها قدر يوصل للتوليفة اللي تخليه يظهر بالمظهر الكبير اللي احنا شايفينه ده مع منتخب مصري ادارته للمباراة مباراة كانت يعني ادارته للتلات مباراة الاخيرة كمان انا باخدهم انا باخدهم يعني التلاتة بنفس الاسلوب ونفس التفكير ونفس الشغل اللي عمله مباراة مباراة بتبقى اصعب كمان لانت بتلعب البلد المضيف في وسط جمهوره بعد مباراتين فيهم ارهاق شديد جدا على لعبتك فانت بتحاول تدية المساحات على قد ما تقدر عشان ما تلعبش في مساحة لعب كبيرة ما تلعبش في 70-80 يارضا دي تبقى ارهاق عليك وعامل ضغط عليك اكتر عامل بدني اكتر عليك فانت بتحاول تدية المساحات هو بدأ امباراة باربع تلاتة تلاتة والتشكيل المعتاب بتاعنا تستلوصل في نص الملعب حمدي فاتحي في قلب الاثنين المضافعين قدامه السلية قدامه النيني وصلاح ومرموش ومصام حمد الشروط الاول هو شافل تغير في مركز اللعب من هقولك الشروط الاول هو شافل بعد نص ساعة عكس بقى خلى النيني دخل في عمك الملعب مكان حمدي وحمدي طلعت رقم 8 تاني دي عملها بعد نص ساعة من اللقاء وحاول يعيدل لتزان نص الملعب تاني كان فيه جهاد واضح وجهاد شديد جدا على السلالية في نص الملعب عشان كده هو قام بتغييره والتغيير ده ترتب عليه حاجات كتير جوه الملعب يعني معبدات الشروط تاني بنزول تريزي جي حاول طريقة اللعب على الورق الاربعة اتنين تلاتة واحد بمعنى لتريزي جي كان بيطلع على الخط بشكل كبير جدا نحدي للشمال ومرموش يخش العمق الملعب دي في الحالة الهجومية وفي الحالة الدفعية كان تريزي جي بيرتد تالت مع نص الملعب مع حمدي ومع النني ومرموش يرجع على الطرف تاني فقدر يعمل جبهة نحدي للشمال بشكل كويس لان هو خطورة المنتخب الكاميروني شط الأول كانت عن طريق كولين زفاي ونيكولاس مومي دي كانت جبهة اليمين فهو قدر بنزول تريزي جي مع مرموش مع فتوح اللي هو يعمل جبهة الشمال قوي جدا تجابه جبهة المنتخب ايه رأيك في فكرة الضخ دم جديد يعني كروش شفنا امام عشور شفنا لاشين مهند لاشين وشفنا البقاء برضو على واحد زي صبحي فشايف التوليفة دي والتجانس اللي عملوا كروش في الفترة دي ازاي بحييج على السؤال ان السؤال فعلا هو عمل حاجة كويسة جدا مبارح فضوء المواطرات الموجودة وجود وجود امام عشور وجود مهند لاشين رمضان صبحي اللي ما كانش بياخد على فترات دي دماء جديدة تقدر تساعد المنتخب على على النشاط والحيوية عناصر الشابة عناصر ما كانتش موجودة في المباريات اللي فاتت ما لعبتش ال120 ديئة عندها الرغبة عندها الطموح اللي هي تعمل حاجة في المنتخب فدي ساعدت كتير مبارح في الشكل الأداء واستمرارية شكل الأداء للمنتخب مصر مع الثقة اللي احنا وصلنا لها كمجموعة لعبين فلما يكون الفرقة كويسة أي عنصر جديد هيخش عليها هتقدر تشيله هتقدر تحتويق على العكس يعني زي ما شفنا رمضان لما نزل مباراة ناجرية المنتخب كله كان وحش فرمضان ما كانش كويس رمضان مبارح عشان المنتخب يوصل لمستوى فني وزهني وبدني عالي جدا لما نزل يعني العيب يشد العيب الكفاءة بتاع والمجموعة تقدر تشيل واحد واثنين فبتبان خطورتك بيبان جديدك في اللقاء فيحسب له مبارح تفكيره في اللقاء بشكل كويس تجهيزه للعيبين تقول له يعني كل اللعيبة مركزة كل اللعيبة جهزة بدنيا وفنيا بشكل كبير جدا ومحفظه من الأدوار احنا زي ما انت بتقول احنا الدماء جديدة لكن محسناش بفرقات يعني انت لما امام نزل مكان عمر كمال دي تحسب للراجل هو الراجل اللي بيفكر هو اللي شايف احنا عادين هنا ممكن كناس كتير جدا انتقد التغيير وبتفرج ليه اللي بيعمله ده لكن هو عارف هو اللي بيدوره بالعيبة احنا كده وفي ناس لها دلوقتي مش عاجبها الراجل يعني مع احترام الكامل لأي حد ينتقد الراجل بالنتائج والأرقام لا الراجل بيوصلك نهاية أفراقيا في ظل ظروف مكناش مستحيلة وما كانش عندنا شخصية منتخب مصر هو عادل منتخب مصر شخصيته احنا بقى عندنا شخصية لما نكون متأخرين قدام المنتخب المغربي ونرجع شخصية 120 دي منتخب مصر واقف على رجله صح واقف مش هامه اي حاجة ولا حكم ولا لجنة منظمة خليه يكلمك في النقطة دي شايف ان كيروش يمكن شال الحمل شوية عن اللعيبة لما كان بيناقش الحكم في اي حاجة مش عاجبة بتحصل جوه الملعب فخلى اللعيبة تلعب وهي متطمنة اكتر حسنا هي مدعومة يمكن من المدرب كيروش وصلاح يمكن فيه لقطات كمان لصلاح مع بكاري جسامة بعد نهاية اللقاء قبل اللقوات الإضافية صلاح كان بيتكلم بحدة شديدة جدا وكبيرة جدا مع بكاري جسامة ودي بيينتلي فريق كبير جدا دايما الأمور اللي تتعلق بالتحكيم لازم احنا نسيبها للمدير الفني المدير الكورة نسيبها ما نخرجش برا تركزنا يعني انا اتمنى يعني اللعيبة الملف ده قدير كويس جدا سواء من اتحاد الكورة او من ميستر كيروش قبل اللقاء والتصريحات انه اتمنى للفرق التلاتة اللي هتلعب تكون على مستوى عالي منتخب مصر ومنتخب الكاميرون والحكام اتمنى للتلاتة يكون على مستوىهم لانهو وجه يعني رسائل تحذير قبل اللقاء خلى وفي تصريح لي قالك اللي لازم يعني ليهما الحكام ما بيعملوش مؤتمر صحفي بعد المباراة زي ما احنا ما بنعمل ما نقدر عشان بكاري جسامة ما يغلطش الغلاطات الكبيرة هو مبارا حاول يحجمنا بشكل كبير جدا فأولاد برة 18 بشكل كبير فيه حاجات فيه مواقف ما كانتش سادعة الكلام ده كله لكن هو حاول يحجمنا بس نحمد ربنا اللي احنا ما ادننوش الفرصة جوة 18 لأي حاجة يعني هو لو كان فيه اي فرصة لضرب الجزاء او لشك في اي حاجة كان ممكن يتغضع لكن اللعيب الكاميروني بيدرب اللعيب المصري واحنا بياخد انذار يعني كل ما هو ده كورة دي كمان اللي كابتن واي ده كورة دي كانت في اخر الشوت وكابتن واي الجمع وطرد عليه بشكل كبير جدا وخد انذار لكن كل الكلام ده اللي مسؤول عنه يقدر يديره من سير كيروش كابتن واي الجمع حاجة لساب اللعيب وقع في الارض وراح اده انذار طرد الكيروش هو جري هو تغاضع عن الكورة